أخي الحبيب النجيب اللبيب عليك التزام السكوتي لتسلم فإن اللسان له مهلكات فصمتا لتنجو وإلا ستندم فمنها نميما وكذب وغيبا وقول لزور وقذف لمسلم جدال وخوض وقول لشرك وطعن ولعن وكلم محرم فأمسك عليك لسانك صاحي كما في حديث النبي المكرم فإن كان قولك خيرا كنصح وصلح وعلم فقله لتغنام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زال كلامنا معشر الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات على الآفة الثانية من آفات اللسان وهي النميمة قد سبق معنا فيما مضى بيان بعض الأدلة التي وردت في القرآن والسنة محذرة من النميمة بطرائق متنوعة وأساليب مختلفة لزيادة البيان والإيضاح لعظمة وخطورة هذه الآفة التي تفشو وتنتشر بكثرة بين المسلمين من تلك النصوص التي جاءت محذرة من الوقوع في النميمة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن ابن مسعود مرفوع قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعادته الصحابة سؤال تشويق وتشويف ألا أنبئكم ما العضه ما العضه فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أن الصحابة سيطلبون بيان ذلك وسيسألون النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة عن سؤاله وهو ما سأل صلى الله عليه وسلم وما عرض عليهم هذا العرض إلا ليشوقهم إلى الجواب فقال هي النميمة القالة بين الناس ما معنى العضه أو العضيه قال ابن الأثير رحمه الله العضه والعضيهة البهتان والكذب والكلام الذي لا حقيقة له إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه بمعنى ما هو الكلام الذي لا حقيقة له وليس موافقا للواقع ولما في نفس الأمر والصحابة يعرفون مفهوم هذه الكلمة في اللغة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم هنا نوعا آخر من أنواع العضه لا يعرفون هم يعلمون أن العضه أو العضيه كما جاء في رواة أخرى معناها البهتان والكذب لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم معنى آخر من معاني هذه الكلمة فقال هي النميمة القالة بين الناس القالة هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس القالة بين الناس كثرة الكلام الذي فيه إيقاع الخصومة بين الناس وهي بمعنى النميمة ولذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس كان هذا الوصف كاشفا ومفسرا وموضحا لقوله صلى الله عليه وسلم النميمة إذن قال هي النميمة وما هي النميمة قال القالة بين الناس فهذا وصف كاشف مفسر لما ذكر قبله لأن النميمة فيها كلام يقصد به إيقاع النزاع والخصومة والعداوة والبغضاء بين الناس قال كعب رضي الله تعالى عنه محذرا أصحابه وأحبابه من النميمة قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر النميمة أيها الإخوة المشاهدون من أسباب عذاب القبر من أسباب عذاب القبر النميمة وقد جاء التصريح بذلك في الحديث السابق الذي مضى معنا في قوله في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إذن فهي سبب من أسباب عذاب القبر وجب على المسلم أن يحذر منها من كان يخاف أن على نفسه أن يكون قبره حفرة من حفر النيران فليجتنب النميمة وليبتعد عنها فقد تكون سببا في عذابك في قبرك أيها المسلم قد تكون النميمة سببا في أن يكون قبرك حفرة من حفر النيران قال الحسن البصري رحمه الله محذرا من النميمة من نم إليك نم عليك وقال هذا الكلام من باب التحذير من النمام الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد اعلم أيها المسلم أن الذي ينقل إليك الكلام على وجه الإفساد من أخيك المسلم وهو النمام اعلم أنه كما ينقل إليك فسينقل عليك وسينم عليك متى أتيحت له الفرصة من نم إليك نم عليك من نقل إليك النميمة فسينقل إلى غيرك كلامك فيه فاحذر من أن تصاحبه احذر من أن تصدقه احذر من أن تواليه وأن تظنه صديقا حميما محبا لأنه نقل إليك كلام غيرك فيك لا يلزم من نقله لك كلام غيرك فيه أنه يحبك قد ينقل كلامك في غيرك كما نقل كلام غيرك فيك قد ينقل كلامك في غيرك كما نقل إليك كلام غيرك فاحذر من نم إليك نم عليك ففي كلام الحسن البصري رحمه الله هذا تحذير من الوثوق بالنمام ومن تصديقه ولو أظهر لك أنه من جانبك وأنه مدافع عنك لو كان مدافعا عنك حقا لأنكر على المغتاب إذ اغتابك لأنكر على المتكلم حين تكلم فيك وجب عليه أن ينكر عليه وأن ينصحه وأن يدعو لك بخير وأن يذكرك الذكر الحسن وأن يقول فيك المعروف إن كان صادقا في دعوة قال بعض السلف لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك والمن قول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك ما أروعه من كلام وما أحسنه لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك والمن قول أولى عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك معنى هذا الكلام النمام هذا الذي ينقل إليك الكلام لو صح كلامه وكان صادقا فيما يدعي من محبته لك لقلنا له أو لقلنا لك إن هذا النمام الذي ينقل إليك هذا الكلام لو صح إن صح هذا الكلام يعني إن لم يبدله ولم يزد فيه وينقص لقلنا لك اعلم أن هذا الذي نقل إليك الكلام هو المجترئ بالشتم عليك هذا قابلك بالشتم اجترأ عليك بالشتم واجهك مباشرة وقال فيك ما يسوءك في وجهك واجهك به قاله لك مباشرة سمعته بأذنك ولكان المنقول عنه أولى بحلمك إذا تأملت وتدبرت ستجد أن المنقول عنه أي الذي نقل عنه الكلام أولى بحلمك ومحبتك وموالاتك من هذا النمام الذي نقل الكلام إليك لماذا؟ لأنه لم يقابلك بشتمك بمعنى ذلك المنقول عنه لم يجترئ على أن يقابلك بالشتم هذا إن صح أنه قال فيك ما يسوء لم يجترئ على أن يقابلك بالشتم وهذا الذي نقل إليك الكلام وإن زعم وادعى وأتى بصورة أنه ناقل فهو على كل حال وجهك بالشتم والسب والتنقيص الذي قيل فيك والآخر لم يجترئ عليك فوجب أن تحضر أيها المسلم من النمام الذي ينقل إليك النميمة وأن لا تظن أنه محب وأنه موال وأنه صديق بل يجب عليك أن تنكر عليه وأن تحسن الظن بأخيك وسيأتي بيان هذا بإذن الله إذن تبين لنا من هذا الكلام خطر هذه الآفة وهي النميمة فما هو السبب الحامل عليها؟ ما هي البواعث والدواعي التي تدعو الناس للوقوع في النميمة؟ الجواب الباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل الباعث على ذلك إما إرادة السوء للمحكي عنه أحيانا النمام هذا الذي ينقل إليك الكلام إنما ينقله إليك لأنه يريد أن يضر بذلك المنقول عنه الذي نقل عنه الكلام يريد أن يسيء إلى من يحكى عنه الكلام وهذا يقع كثيرا بين من تكون بينه وبين غيره عداوة شخص نمام تكون بينه وبين غيره عداوة فيأتي لصديق من أصدقائه لقريب من أقاربه أو نحو ذلك ممن يعرفونه ويحدثهم عنه بكلام سيء قبيح حتى يكرهوه حتى يبغضوه وذلك لأنه يريد السوء له لا غير يذهب إلى مثلا النمام زيد النمام شخص اسمه زيد أراد السوء بعمر لخصومة وقعت بينه وبين عمر فيذهب إلى شخص ثالث يعرف عمرا يكون صديقا لعمر اسمه سعيد مثلا ويقول زيد لسعيد إن فلانا أي عمرا قال فيك كذا وكذا تكلم فيك بسوء دكارك بشر وقصده من هذا أن يسيء إلى عمر لأنه عدوه فهذا سبب من أسباب النميمة أن النمام يريد الإساءة إلى من نقل عنه الكلام الأمر الثاني من أسباب النميمة أن صاحبها يريد إظهار المحبة للمحكي له يذهب إلى شخص ما ويريد أن يظهر له أنه يحبه أنه صديقه أنه صاحبه فيحكي له ما قيل فيه يقول له إن فلانا قال فيك كذا وكذا لتتوطد العلاقة بينهما لتزداد المحبة بينهما يقول له إن فلانا قال فيك كذا وكذا ليزداد قربا منه هذا سبب من الأسباب من الأسباب التي تدعو بعض ضعاف الإيمان وبعض ضعاف العقول في الحقيقة بعض ناقص العقول من الأسباب التي تدعوهم أيضا إلى النميمة أنهم لا يريدون لا الأول ولا الثاني تجد بعض الناس ليس قصده السؤال المحكي عنه ولا هو يريد إظهار المحبة للمحكي له وإنما يريد التفرج بما سيقع يريد أن يشاهد وأن ينظر إلى ما سيقع بين الأول والثاني ينقل إلى الأول ينقل إلى الثاني كلام الأول فيه وقد ينقل أيضا ربما ينقل أيضا إلى الأول كلام الثاني فيه ويرجع إلى الوراء ويشاهد وينظر ما الذي سيقع بينهما من النزاع والخصومة والشجار وربما من الضرب أو المقاتلة أو نحو ذلك فيكون قصده شبيها بقصد الشيطان يكون قصده كقصد الشيطان يحرش بين المسلمين ويرجع إلى الوراء ليشاهد ذلك ويضحك ويمرح ويلعب بما يراه وينظر إليه من العداوة والبغضاء التي وقعت بين الناس ومن الناس من ينقل الكلام لغيره وليس له من هذه الأمور كلها شيء وإنما لأنه كثير الكلام فقط يؤديه إلى هذا أنه كثير الكلام وقد سبق معنا فيما مضى أن بينا أن المسلم يجب عليه أن يقلل الكلام ما أمكن أن يكون كلامه قليلا ما أمكن فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كره لنا قيل وقال كثرة الكلام فبعض الناس قد يقع في النميمة ويوصف بأنه نمام ولا يريد أي شيء من الأمور السابقة وإنما يدعوه خوضه في الفضول وكثرة كلامه إلى الوقوع في النميمة فقط لأنه كثير الكلام ولا يستطيع إمساك لسانه يقع في النميمة وليس له أي غرض من الأغراض إذن هذه في الجملة هي الدواعي الحاملة لوقوع الناس في النميمة فإن قال قائل ما هي الأمور التي يجب على المسلم التحلي بها إذا نقلت إليه النميمة ما هي الأمور التي يجب على المسلم أن يتحلى بها إذا نقلت إليه النميمة فالجواب أنه يجب على المسلم الذي نقلت إليه النميمة أن يفعل ستة أمور أن ياتي بستة أشياء اللهم إلا ما كان من النميمة فيه فائدة فما كان من النميمة فيه فائدة لمسلم من جلب منفعة من جلب حق أو دفع ضر عنه فهذا جائز وهو مستثنى من العموم كما ذكرنا في الغيبة الأصل أن النميمة محرمة لكن إذا دعت الضرورة لأن ينقل المسلم كلاما من شخص إلى شخص ليدفع به ضررا أو ليجلب به حقا من الحقوق إذا دعت الضرورة إلى ذلك وكان هذا النقل للكلام على قدر الحاجة والضرورة على قدر ما تحصل به الضرورة على قدر ما تتحقق به الحاجة والمصلحة من إحقاق حق أو إزهاق باطل فإنه يجوز منها ما تتوقف عليه الحاجة ولا تجوز الزيادة على ذلك قال ربنا تبارك وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم أسراركم فالله تعالى يعلم أسرار العباد وقلوبهم وبواطنهم فمن كان هذا قصده ومن كان هذا مراده ومبتغاه هو ما ذكرنا أنه نقل كلاما لفائدة لمصلحة ليشق حقا أو يزهق باطلا ليرد حقا لمسلم أو ليدفع ضررا على مسلم فإن هذا القدر مباح وليس من النميمة المحرمة إن شاء الله والله يعلم أسرارنا ولا يخفى عليه ما ننويه في قلوبنا إذن نرجع إلى ما قلنا من نقلت إليه النميمة ما الذي يجب عليه الجواب يجب عليه أن يتحلى بستة أشياء وأن ياتي بستة أمور الأمر الأول ألا يصدق النمام أول شيء يجب عليك أيها المسلم ألا تصدق هذا الذي نقل إليك الكلام الشخص الذي نقل الكلام إليك من أخيك من شخص آخر لا يجوز لك أن تصدق لماذا؟ لأنه فاسق فإن قلت لا هذا الذي نقل إلي الكلام هو ثقة مؤمن صالح تقي ورع أعرف عنه المحافظة على الواجبات وأعرف عنه الاجتهاد في ترك المحرمات إلى غير ذلك كان عندك في قفى الجواب أنه بنميمته هاته أتى فسقا بوقوعه في النميمة هذا الذنب الذي وقع فيه كان بسببه فاسقا بإتيانه النميمة وقع في مفسق من المفسقات لأن النميمة محرمة ومن كبائر الذنوب وبها يصير العبد عاصيا إذن فلا يجوز لك أن تصدقه لأنه صار الآن وإن لم يكن قبله فاسقا صار الآن بوقوعه في النميمة فاسقة وربنا تبارك وتعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ إِنْ أَخْبَرَكُمْ فَاسِقٌ بِخَبَرٍ فَتَبَيَّنُوا أي فَتَثَبَّتُوا كما قرأ في قراءة قرأ فتبينوا وقرأ فتثبتوا يجب على المسلمي التثبت وأن يرد خبر الفاسق وأن لا يقبله لأنه فاسق والفاسق مردود الخبر لا يقبل خبره وفي هذا المعنى قصة جاءت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا أتاه وقال له يا فلان إن فلانا قال فيك كذا وكذا نقل إليه جاءه رجل ونقل إليه كلاما قاله فيه بعض المسلمين قال إن فلانا قال فيك كذا وكذا فقال له عمر بن عبد العزيز أنت إما أن تكون صادقا أو كاذبا لما أخبرتني بهذا الكلام الذي نقلته عن المسلم إما أن تكون في إخبارك هذا صادقا أو كاذبا فإن كنت صادقا فأنت داخل في قول الله تبارك وتعالى وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمَ بمعنى أنت مشاء بالنميمة هذا إن كنت صادقا وإن كنت كاذبا فأنت داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فانظر لنفسك أي الوصفين تريد هل تريد أن توصف بأنك فاسق أو أن توصف بأنك نمام إن كنت كاذبا فأنت متصف بوصف قبيح خبيث وإن كنت كاذبا فأنت متصف بوصف أقبح منه فزاجاره عمر بن عبد العزيز عن غيبته إذن هذا ما تعلق بالأمر الأول الذي يجب على المسلم الذي نقلت إليه النميمة أن ياتيه ويحرص عليه وهو ألا يصدق النمامة فيما ينقل إليه من الكلام ونتم بإذن الله تبارك وتعالى ما بقي من الأمور التي يجب على المسلم الذي نقلت إليه النميمة أن يعمل بها وياتيها في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى وإلى ذلكم اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب النجيب اللبيب عليك التزام السكوتي لتسلم فإن اللسان له مهلكات فصمتا لتنجو وإلا ستندم فمنها نميمة وكذب وغيبا وقول لزور وقذف لمسلم جدال وخوض وقول لشرك وطعن ولعن وكلم محرم فأمسك عليك لسانك صاحي كما في حديث النبي المكرم فإن كان قولك خيرا كنصح وصلح وعلم فقله لتغنام